من طرائف العرب ونوادرهم كان موسى بن عبد الملك قد اغتال الحجاج بن سلمة في شراب شربه عنده فقال المتوكل لأب العيناء بعد ذلك ما تقول في الحجاج بن سلمة فقال ما قال الله عز وجل فوكزه موسى فقضى عليه فاتصل ذلك بموسى فعتب عليه وقال له أردت قتلي فاعتذر له وافترقا عن صلح فلقيه بعد ذلك موسى فقال له يا أبا عبد الله قد اصطلحنا فما بالك لا تأتيني فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فقال موسى ما أرانا إلا كما كنا استودع رجل رجلا من أمناء إياس بن معاوية مالا وخرج المودع إلى مكة فلما رجع طلب ماله فجحده فأتى إياسا القاضي فأخبره فقال له إياس أعلم أنك جئتني؟ قال لا قال فنازعته عند أحد قال لا لم يعلم أحد بهذا بعد قال انصرف وكتم أمرك ثم عد بعد يومين فمضى الرجل ودعا إياس أمينه ذلك وقال له قد حضر مال كثير أريد أن أسلمه إليك أفحصين منزلك؟ قال نعم قال فأعد موضعا للمال وقوما يحملونه وعاد الرجل إلى إياس فقال له إياس انطلق إلى صاحبك فاطلب مالك فإن أعطاك فذاك وإن جحدك فقل له إني أخبر القاضي فأتى الرجل صاحبه فقال مالي وإلا أتيت القاضي وشكوت إليه وأخبرته كذلك بما جرى منك فدفع إليه ماله ورجع الرجل إلى إياس فأخبره قائلا قد أعطاني المال وجاء الأمين إلى إياس لموعده فانتهره إياس وزجره قائلا لا تقربني بعد اليوم يا غائن وعد بن المدبر أبا العيناء دابة فلما طالبه قال أخاف أن أحملك عليها فتقطعني ولا أراك فقال عدني أن تضم إليها حمارا وأنا سأواضب على مجيئك ووعده يوما أن يعطيه بغلا فلقيه في الطريق فقال كيف أصبحت يا أبا العيناء فقال أصبحت بلا بغل فضحك منه وأرسل به إليه قال المتوكل لأب العيناء ما تحسن قال أفهم وأفهم وأخذ من المجلس ما حوى فمرة أغلب ومرة أغلب وقال له المتوكل يوما إن سعيد بن عبد الملك يضحك منك فقال أب العيناء إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون دخل أبو دلامة على المهدي وعنده شاعر ينشده شعرا فقال له ما ترى فيه قال إنه قد جهد نفسه لك فاجهد نفسك له فقال المهدي وأبيك إنها لكلمة عذراء منك أحسبك تعرفه قال لا والله ما عرفته ولا قلت أنا إلا حقا فأمر للشاعر بجائزة ولأبي دلامة بمثلها تقدم رجل إلى أحد الفقهاء فقال له إذا خرجت ريح من رجل هل تجوز صلاته؟ قال لا قال لكني قد فعلت وجازت صلاتي غذى أشعب جديا بلبن زوجته وغيرها حتى بلغ الغاية ومن مبالغته في ذلك أن قال لزوجته أي ابنة وردان إني أحب أن ترضعيه بلبنك ففعلت ثم جاء به إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد فقال بالله إنه لبني قد شرب لبن زوجتي وقد وهبتك إياه ولم أرى أحدا يستأهله سواك ثم انصرف فأمر به إسماعيل فذبح وشوية فأقبل عليه أشعب بعد ذلك فقال المكافأة فقال ما عندي والله اليوم شيء ونحن من تعرف وذلك غير فائت لك فلما يأس منه قام من عنده فدخل على أبيه جعفر بن محمد ثم اندفع يشهق حتى التقت أضلاعه ثم قال اجعلني في خلوة معك قال ما معنا أحد يسمع ولا عين عليك قال وثب ابنك إسماعيل على ابني فذبحه وأنا أنظر إليه فارتفع جعفر وصاح ويلك وفيما وتريد ماذا قال أما ما أريد فوالله مالي في إسماعيل حيلة ولا يسمع هذا سامع أبدا بعدك فجزاه خيرا وأدخله منزله وأخرج إليه مئتي دينار وقال له خذ هذه ولك عندنا ما تحب وخرج إلى إسماعيل لا يبصر ما يطأ عليه فإذا به مترسل في مجلسه فلما رأى وجه أبيه قام إليه فقال يا إسماعيل أوفعلتها بأشعب قتلت ولده فاستضحك وقال جاءني بجد صفته كذا وخبره الخبر فأخبره أبوه ما كان منه وصار إليه فكان جعفر يقول لأشعب رعبتني رعبك الله فيقول روعة ابنك والله إياي في الجد أكبر من روعتك أنت في المئتي دينار دخل أحد الأمراء يوما على إحدى جارياته فرآها تستحم وعندما شاهدته داخلا أسدلت شعرها الطويل فسطرت به عريها فأعجب الأمير بتصرفها وخرج وقال من في الباب من الشعراء فقيل له أبو نواس فقال أدخلوه فلما دخل أخبره عما رأى وطلب إليه أن يصف ذلك شعرا فقال نضت عنها القميص لصب ماء فورد وجهها فرط الحياء وقابلت الهواء وقد تعرت بمعتدل أرق من الهواء ولما أنقضت وطرا وهمت على عجل لتأخذ بالرداء رأت شخصا رقيب على اقتراب فأسدلت الظلام على الضياء وغاب الصبح منها تحت ليل وظل الماء يجري فوق ماء ادعى أحدهم النبوة في عهد المأمون فقال له المأمون أريد منك بطيخا في هذه الساعة فقال الرجل أمهلني ثلاثة أيام قال لا لا أريده إلا الساعة فقال ما أنصفتني يا أمير المؤمنين فالله تعالى خالق السماوات والأرض في ستة أيام لا يخرجه من الأرض إلا في ستة أشهر أفلتصبر علي ثلاثة أيام فضحك المأمون وأجازه بعد أن وقف على توبته حجة الخيزران فلما خرجت صاح أبو دلامة بها قالت سلوه ما أمره فقالوا له ما أمرك فقال أدنوني من محملها قالت أدنوه فأدني فقال أيتها السيدة إني شيخ كبير وأجرك في عظيم قالت فمه قال تهبين لي جارية من جواريك تؤنسني وترفق بي وتريحني من عجوز عندي قد أكلت رفدي وأطالت كدي وقد عاف جلدي جلدها وتمنيت بعدها وتشوقت فقدها فضحكت الخيزران وقالت سوف آمر لك بما سألت فلما رجعت لقاها وذكرها وخرج معها إلى بغداد فأقام حتى ضجر ثم دخل على أم عبيدة فدفع إليها رقعة قد كتبها إلى الخيزران قال فيها أبلغي سيدتي بالله يا أم عبيدة أنها أرشدها الله وإن كانت رشيدة وعدتني قبل أن تخرج للحج وليدة فتأنيت وأرسلت بعشرين قصيدة كلما أخلقنا أخلفت لها أخرى جديدة ليس في بيتي لتمهيدي فراشي من قعيدة غير عجفاء عجوز ساقها مثل القديدة وجهها أقبح من حوت طري في عصيدة ما حياة مع أنثى مثل عرسي بسعيدة فلما قرئت عليها الأبيات ضحكت واستعادتها لقوله حوت طري في عصيدة وجعلت ضحك ودعت بجارية من جواريها فائقة فقالت لها خذي كل ما لك في قصري ففعلت ثم دعت أحد الخدم وقالت له سلمها إلى أبي دلامة فانطلق الخادم بها فلم يصادفه في منزله فقال لامرأته إذا رجع فدفعيها إليه وقولي له تقول لك السيدة أحسن صحبة هذه الجارية فقد آثرتك بها فقالت نعم فلما خرج دخل ابنها فوجد أمه تبكي فسألها عن خبرها فأخبرته وقالت إن أردت أن تكون بارا يوما من الدهر بي فاليوم قال قولي ما شئتي فإني أفعله قالت تدخل عليها فتخبرها أنك مالكها وتطأها فتحرم عليه وإلا ذهبت بعقله وجفاني وجفاك ففعل ودخل إلى الجارية فوطئها ووافقها ذلك منه وخرج ثم دخل أبو دلامة فقال لامرأته أين الجارية قالت في ذلك البيت فدخل إليها شيخ محطم ذاهب فمد يده إليها وذهب ليقبلها فقالت له ما لك ويلك تنح وإلا لطمتك لطمة دققت منها أنفك فقال لها أبهذا أوصتك السيدة فقالت إنها قد بعثت بي إلى فتى من حاله وهيئته كيت وكيت وقد كان عندي آنفة ونال مني حاجته فعلم أنه دهي من أم دلامة وابنها فخرج أبو دلامة إلى ابنه ولطمة وحلف أن لا يفارقه إلا عند المهدي فمضى به حتى وقف على باب المهدي فعرف خبره وأنه قد جاء بابنه على تلك الحالة فأمر بإدخاله فلما دخل قال له ما لك قال عمل بي هذا ابن الخبيثة ما لم يعمل ولد بأبيه ولا ترضيني إلا أن تقتله فقال له وي لك فماذا فعل فأخبره الخبر فضحك حتى استلقى ثم جلس فقال أبو دلامة أعجبك فعله فتضحك منه فقال علي بالسيف فقال له دلامة قد سمعت حجته يا أمير المؤمنين فاسمع حجتي فقال هاتي قال هذا الشيخ أصفق الناس وجها عاشر أمي منذ أربعين سنة ما غضبت وعاشرت جاريته مرة واحدة فغضب وصنع بما ترى فضحك المهدي أكثر من ضحكه الأول ثم قال دعها له يا أبا دلامة وأنا أعطيك خيرا منها قال على أن تخبئها لي بين السماء والأرض وإلا فعل بها كما فعل بهذه هذا ابن الخبيثة فتقدم إلى دلامة ألا يعاود بمثل فعله وحلف أنه إن عاود قتله ووهب له جارية أخرى كما وعده قال أبو العيناء لما أدخلت على المتوكل عابني جلساو فلما انتصرت عليهم قال المتوكل ادفعوا إليه عشرة آلاف درها من اتقاء للسانه فقلت قد قتلتني والله يا أمير المؤمنين فقال لي ويحك وكيف ذلك قلت لأن من خفته لا يعيش فقال ليس خوف فرق ولكن خوف صيانه لقي أبو العيناء رجلا من إخوانه في السحر فجعل يعجب من بكوره فقال له أراك تشاركني في الفعل وتنفرد دوني بالتعجب عاتب الشافعي صديقه بقوله اذهب فإنك من ودادي طالق لا طالق مني طال قلبين فإن رعويت فإنها تطليقة ويقيم ودك لي على ثنتين وإن عوججت شفعتها بمثالها فيكون تطليقين في قرآين وإن الثلاث أتتك مني بتة لم يغن عنك شفاعة الثقلين وقفت امرأة على عروة بن أذينة وهو فقيه من فقهاء المدينة وعبادها فقالت له أنت الذي يقال فيك الرجل الصالح وأنت تقول إذا وجدت أوار الحب في كبيدي غدوت نحو سقاء الماء أبترد هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد والله ما قال هذا رجل صالح دخل أبو دلامة على المهدي وعنده محرز ومقاتل ابن ذؤال يعاتبانه على تقريبه أبا دلامة ويعيبانه عنده فقال أبو دلامة ألا أيها المهدي هل أنت مخبري وإن أنت لم تفعل فهل أنت سائلي ألم ترحم اللحيين من لحيتيهما وكلتا هما في طولها غير طائلي وإن أنت لم تفعل فهل أنت مكرمي بحلقهما من محرز ومقاتلي فإن يأذن المهدي لي فيهما أقل مقالا كوقع السيف بين المفاصلي وإلا تدعني والهموم تنوبني وقلبي من العلجين جم البلابلي فقال أو آخذ لك منهما عشرة آلاف درهم يفديان بها أعراضهما منك؟ قال ذلك إلى أمير المؤمنين فأخذها له منهما وأمسك لسانه عنهما دخل أبو العيناء على بعض الرؤساء بكرة فاستسقى ماء فقال له الرجل أفي هذا الوقت تعطش؟ قال أبو العيناء أصلحك الله هذا أمان لك من الغداء حمل بعض الوزراء أبو العيناء على دابة فانتظر أبو العيناء على فهة فلما أبطأ عليه قال أبو العيناء أيها الوزير هذه الدابة حملتني عليها؟ أو حملتها علي؟ ادفع إلي على فهة أطال الله بقاءك قال أبو دلامة كنت في عسكر مروان أيام زحف إلى سنان الخارجي فلما التقى الزحفان خرج منهم رجل فنادى من يبارز فلم يخرج إليه أحد إلا أعجله فغاض ذلك مروان وجعل يندب الناس على خمسمائة فقتل أصحاب الخمسمائة فزاد مروان وندبهم على ألف ولم يزل يزيدهم حتى بلغ خمسة آلاف درهم وكان تحتي فرس لا أخاف خونه فلما سمعت بالخمسة آلاف ترقبته واقتحمت الصف فلما نظرني الخارجي علم أني خرجت للطمع فأقبل إلي متهيئة وإذا عليه فر قد أصابه المطر فابتل ثم أصابته الشمس فتقبض وإذا عيناه تتقدان كأنهما شعلتان فلما دنى مني أنشأ يقول وخارج أخرجه حب الطمع فر من الموت وفي الموت وقع من كان ينوي أهله فلا رجع فلما وقرت في أذني انصرفت عنه هاربا وجعل مروان يقول من هذا الفاضح إيتوني به فدخلت في غمار الناس فنجوت قال أبو دلامة أتي بي المنصور وأنا سكران فحلف ليخرجني في بعث حرب فأخرجني مع روح ابن حاتم المهلبي لقتال الخوارج فلما التقى الجمعاني قلت لروح أما والله لو أن تحتي فرسك ومعي سلاحك لأثرت في عدوك اليوم أثرا ترتضي فضحك وقال والله لأدفعن ذلك إليك ولأخذنك بالوفاء بشرطك ونزل عن فرسه ونزع سلاحه ودافعهما إليه ودعا بغيرهما فلما حصل ذلك في يدي وزالت عني حلاوة الطمع قلت له أيها الأمير هذا مقام العائذ بك وقد قلت بيتين فاسمعهما قال هاتي فأنشته إني استجرتك أن أقدم في الوغى لتطاعن وتنازل وضراب فهب السيوف رأيتها مشهورة فتركتها ومضيت في الهراب ماذا تقول لما يجيء وما يرى من واردات الموت في النشاب فقال دع عنك هذا وستعلم وبرز رجل من الخوارج يدعو للمبارزة فقال اخرج إليه يا أبا دلامة فقلت أستحلفك بالله أيها الأمير في دمي قال والله لتخرجا فقلت أيها الأمير فإنه أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا وأنا والله جائع ما شبعت مني جارحة من الجوع فمر لي بشيء آكله ثم أخرج فأمر لي برغيفين ودجاجة فأخذت ذلك وبرزت عن الصف فلما رآني الخارجي أقبل نحوي فأسرع إلي فقلت له على رسلك يا هذا كماء فوقف فقلت أتقتل من لا يقاتلك قال لا قلت أتقتل رجلا على دينك قال لا فاذهب عني إلى لعنة الله قلت لا أفعل أو تسمع مني قال قل قلت هل كانت بيننا قط عداوة أو ثأر أو تعرفني بحال تحفظك علي أو تعلم بين أهلي وأهلك وطر قال لا والله قلت ولا أنا والله ما لك إلا جميل الرأ وإني لأهواك وأنتحل مذهبك وأدين دينك وأريد السؤال من أراده لك قال يا هذا جزاك الله خيرا فانصرف قلت إن معي زادا أحب أن آكله معك وأحب مواكلتك لتتوكد المودة بيننا ويرى أهل العسكر هوانهم علينا قال ففعل فتقدمت إليه حتى اختلفت أعناق دوابنا والناس قد غلبوا ضحكا فلما استوفينا ودعني ثم قلت له إن هذا الجاهل إن أقمت على طلب المبارزة ندبني إليك فتتعبني وتتعب فإن رأيت أن لا تبرز اليوم ففعل قال قد فعلت ثم انصرف وانصرفت فقلت لروح أما أنا فقد كفيتك قرني فقل لغيري أن يكفيك كما كفيتك فأمسك وخرج آخر يدعو إلى المبارزة فقال لي أخرج إليه فقلت إني أعوذ بروح أن يقدمني إلى البراز فتخزى به بنو أسدي إن البراز إلى الأقران أعلمه مما يفرق بين الروح والجسدي قد حالفتك المنايا إذ صمت لها وأصبحت لجميع الخلق بالرصدي إن المهلب حب الموت أورثكم وما وارثت اختيار الموت عن أحادي لو أن لي مهجة أخرى لجدت بها لكنها خلقت فردا فلم أجودي فضحك وأعفاني وقف أشعب على امرأة تعمل طابق خوص فقال لتكبري فقالت لما أتريد أن تشتريه قال لا ولكن عسى أن يشتريه إنسان فيهديه إليه فيكون كبيرا خير من أن يكون صغيرا دخل أبو العيناء على إسماعيل القاضي وأخذ يرد عليه إذا غلط في اسم رجل وكنية آخر فقال له بعض من حضر أترد على القاضي أعزه الله فقال نعم لما لا أرد على القاضي وقد رد الهدهد على سليمان وقال أحط بما لم تحط به وأنا أعلم من الهدهد وسليمان أعلم من القاضي قال أبو العيناء في ابن حمدان لئن فضحته القدرة لقد جملته النكبة وقال لموسى بن فرخشاه الحمد لله الذي أذل عزتك وأذهب سطوتك وأزال مقدرتك فلئن أخطأت فيك النعمة لقد أصابت فيك النقمة ولئن كانت الدنيا أبدت مقابيحها بالإقبال عليك لقد أظهرت محاسنها بالانصراف عنك فقيل له يا أبا عبد الله لقد بالغت في السب فما كان الذنب قال سألته حاجة أقل من قيمته فردني عنها بأقبح من خلقته قال رجل لأشعب لو تحدثت عندي العشية فقال أكره أن يجيء ثقيل فقال الرجل ليس إلا أنا وأنت قال فإذا صليت الظهر فأنا عندك فصلى وجاء فلما وضعت الجارية الطعام إذا بصديق للرجل يدق الباب فقال ألا ترى قد حدث ما أكره قال الرجل إن فيه عشر خصال قال فما هي قال أولها أنه لا يأكل عندي ولا يشرب قال إذن التسع الباقية لك دخل أبو دلامة على سعيد بن دعلج مولى بني تميم فقال إذا جئت الأمير فقل سلام عليك ورحمة الله الرحيم وأما بعد ذاك فلي غريم من الأعراب قبح من غريم غريم لازم بفناء بيتي لزوم الكلب أصحاب الرقيم له مئة علي ونصف النصف في صك قديم دراهم من تفعت بها ولكن وصلت بها شيوخ بني تميم أتوني بالعشيرة يسألوني ولم أك في العشيرة باللئيم فضحك وأمر له بمئتين وخمسة وسبعين درهما وقال ما أساء من أنصف وقد كافأتك عن قومك وزدتك مئة مر أبو دلامة بن خاس يبيع الرقيق فرأى عنده منهن من كل شيء حسن فانصرف مهموما فدخل إلى المهدي فأنشده إن كنت تبغي العيش حلوا صافيا فالشعر أعزبه وكن خاسا تنل الطرائف من ظراف نههد يحدثن كل عشية أعراسا والربح فيما بين ذلك راهن سمحا ببيعك كنت أو مكاسا دارت على الشعراء حرفة نوبة فتجرعوا من بعد كأس كاسا وتسربلوا قمص الكساد فحاولوا بالنخص كسبا يذهب الإفلاسا فجعل المهدي يسمع ويتمايل ضحيكا قدم محمد بن مكرم من الجبل فقال له أبو العيناء ما لك لم تهدي إلينا شيئا فقال ابن مكرم والله ما قدمت إلا في خف قال كذبت وأكثر عليه أبو العيناء من المهاترة فقال إن زدت علي قمت فقال أبو العيناء أراك تتهددنا بالعافية اشتركوا في القناة